الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بأفضل كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع دين الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا محمد عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون المتأمل في كتاب الله تعالى من أوله إلى آخره وفي سنة وسيرة المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام يجد واضحا وجليا أنهما كتابان لتأسيس حقوق الإنسان على الحقيقة يؤسسان لمبادئ مهمة تضبط حقوق هذا الإنسان بل إن الله عز وجل ما أنزل الكتب ولا أرسل الرسل إلا من أجل أن يقوم الناس بالقسط كما جاء في سورة الحديد عندما أرسل الله رسله وعندما أنزل الله تعالى كتبه فإنما أنزلها من أجل ضبط حقوق الناس ومن أجل ضبط واجبات الناس هذه الحقوق التي صار الناس يتحدثون عنها شرقا وغربا صار كل من هب ودب يتحدث متخصصا كان أو غير متخصص والله عز وجل يريد أن يعلمنا مسألة مهمة وهي أن نعود بالأمور إلى أهل الاختصاص في قول الله عز وجل في سورة النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي القضايا الكبرى القضايا الأساسية التي تتعلق بها حياة الأمة ومستقبل الأمة لا ينبغي أن يتحدث فيها كل من هب ودب كل إنسان يدلي بدلوه ويتحدث بالخطأ والصواب ويغيب أصحاب الشريعة في مناقشة هذه القضايا ناقش الناس قضايا رئيسة وكبيرة من مثل قضية الإعدام ومن مثل قضية الانتحار ومن مثل قضايا عديدة في مجال حقوق الإنسان لكن هناك حرص شديد على تغييب الصوت الديني على تغييب الحكم الشرعي مع أن الحكم الشرعي في هذه المجالات يمكن أن يكون العلاج الأوضح اجتمع الناس في إحدى القنوات ليناقشوا قضية الانتحار وتناقشوا وتذاكروا لساعتين تقريبا لكن ما النتيجة؟ ما الخلاصة التي حصلتم عليها؟ القرآن الكريم يبين أن القضية لا تضبط بعقوبة الإنسان عندما يضع حداً لحياته عندما يقتل نفسه فإنه لا مجال لأن تتحدث عن قوانين مع مثل هؤلاء الأشخاص لذلك القضية قضية تربية القضية قضية إحساس بالرضا إحساس بالقناعة إحساس بأن الله عز وجل هو المدبر وهو المعطي وهو المانع إحساس بأن الإسلام يدفع في اتجاه فتح الأمل في اتجاه أن الظروف مهما كانت قاسية وأن الأمراض مهما كانت موجعة وأن الأزمات مهما كانت قوية فإن الأمل يبقى مفتوحاً وإن المستقبل يبقى أفضل والإنسان يتأمل في الله الخير لا يفقد الأمل أبداً لماذا لا نوجه للناس خطاباً تربوياً خطاباً إيمانياً لماذا يصر القائمون على الإعلام على إبعاد الصوت القرآن والنبوي على إبعاد التوجيه الديني الصحيح مع أن له دوراً كبيراً جداً في معالجة مثل هذه القضايا أقف بكم اليوم مع معالجة قضية أخرى تحدث عنها الإعلام كثيراً ويبدو أنه لا يريد أن يملأ أو أن يتعب من مناقشتها وهي قضية حق الإنسان في الحياة كلمة جميلة من يكره حق الإنسان في الحياة؟ لكن المشكل عندما يربط حق الإنسان في الحياة مع حق الإنسان في القتل مع حق الإنسان في إزهاق الأرواح البريئة فيأتي الناس مدافعين عن المجرمين وعن أخطر المجرمين الذين مارسوا القتل بأبشع أنواعه فيأتي هؤلاء من أجل أن يقولوا إن الإنسان خلق من أجل أن يحيا وإن الحياة شيء مقدس فلا ينبغي أن ننهي حياة الإنسان مهما كانت الظروف لذلك المعالج القرآني للموضوع تميز بين شيئين تميز بين ما يقننه الإنسان وبين ما قننه الله عز وجل وهو رب الخلق أجمعين بين ما شرعه الإسلام من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية وبين ما شرعه الإنسان من أجل الدفاع عن مصالحه هناك نعم هناك عقوبات إعدام تقع من طرف قضاة يحكمون بذلك أو من قوانين ظالمة وجائرة تحكم على الناس بالإعدام لخلاف سياسي أو لموقف من المواقف هذا لا يتوافق أبداً لا يتوافق مع الإسلام أبداً لأن القرآن من أول يوم جاء جاء من أجل أن يعلن كرامة هذا الإنسان وأن يعلن حق الإنسان في الحياة وأن الله عز وجل هو واهب الحياة وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً فلا يجوز إزهاق روح إنسان إلا بحق ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أي هناك استثناءات الأصل هو أن حياة الإنسان مقدسة الأصل هو أن حق الإنسان في الحياة محفوظ لا يجوز أن ينتهك ولا يجوز أن يعتدى عليه لكن هناك استثناءات تضبط هذه القاعدة الله عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم وتكريم بني آدم يقتضي الحفاظ على حقوق هذا الإنسان لا يحتاج القرآن لمن يعطيه دروساً في الدفاع عن حقوق الإنسان إن القرآن سبق عندما دافع عن بني إسرائيل اليهود من ظلم فرعون في مصر وعندما دافع وندد تنديداً شديداً بمجزرة وقعت للنصارى في اليمن في قول الله عز وجل في صورة تحفظونها جميعاً في صورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الاخدود هؤلاء أقيمت لهم مذبحة محرقة أحرقوا فجاء القرآن ليدافع عن حقوق هذا الإنسان الإسلام جاء ليدافع عن حقوق المستضعفين ونريد في صورة القصص ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون القرآن هو أول كتاب في حقوق الإنسان على وجه الحقيقة عندما يدافع عن العجز والشيوخ فيما يعرف عندنا ببر الوالدين عندما يدافع عن الأطفال عندما يدافع عن الإنسانية بصفة عامة وعندما يدافع القرآن على الإنسان فإنه يدافع عن حق الإنسان في الحياة منذ أن يكون نطفة في بطن أمه إلى أن يصير في لحده الإسلام يدافع عن حق هذا الإنسان لكن الغريب والتناقض العجيب من طرف أدعياء حقوق الإنسان اليوم أنهم يبيحون قتل الأبرياء وتبرئة القتلة هذه هي المصيبة هؤلاء الآن يبيحون ويدفعون في اتجاه قتل الأبرياء وتجدونهم يدفعون في اتجاه إباحة الإجهاد لماذا تمنعون الإجهاد؟ لماذا لا تعطى المرأة الحق في أن تجهض الجنين إذا شاءت أو أن تتركه إذا شاءت؟ أليس هذا إنسانا؟ أليس الجنين إنسانا في بطن أمه؟ الإسلام يدافع عن الإنسان منذ أن يكون نطفاه وإمامنا مالك عليه رحمة الله الفقه المالك بالذات أشد الفقهاء تشددا في قضية إزهاق الأرواح وخاصة بالنسبة للأجنة حيث إن المالكية يارون حرمة الاعتداء على الجنين في أي مرحلة من مراحل عمره نعم تشتد الحرمة عندما يبلغ شهورا معينة لكن الحرمة حاصلة وحرمة إزهاقه واقعة من أول يوم يعلق فيه في رحم أمه أين حقوق الإنسان إذن من هذا؟ الإسلام يحرم الاعتداء على هذه النفس وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ هذه موؤودة الجاهليون كانوا يئدون البنات بعد ولادتهم لكن البشرية اليوم تبيح للإنسان أن يئد وأن يقتل الجنين وهو ما يزال في بطن أمه لكن الغريب أنها في الوقت ذاته تسمح للقاتل وللمجرم وللذي ارتكب أي جريمة مهما كانت بأن يعيش وبأن يحيا وبأن ينعم بل إننا سمعنا عجباً بالأمس حيث إن بعض القائمين على حقوق الإنسان يتحدث عن أن الدول في أوروبا الآن تذهب في اتجاه ليس فقط في اتجاه إلغاء الإعدام للقتل وللمجرمين وإنما في تحديد العقوبة وفي أن لا تتجاوز خمس عشرة سنة هذا كلام يذاع على التلفزيون بمعنى أنك تريد أن تقول للقتل وللمجرمين اصنعوا ما شئتم فإذا لم يلقى القبض عليكم فأنتم أبرياء وإذا ألقي القبض عليكم فارتاحوا فإن الجمعيات ستأتي للدفاع عنكم ولا بأس حتى أن نأتي بكم إلى الفضائيات من أجل أن تواجه الجمهور غريب يأتي الإنسان الذي سفك دماء مجموعة من الناس وليس دم شخص واحد ويأتي في التلفزيون يخاطب الناس أنا كنت في حالة نفسية وكان عندي هذا وكان عندي وكأننا نريد أن نعلن للناس أن الجريمة ما عادت أمراً يعاقب عليه لماذا بعد ذلك نتباكى على القتل الذي استحر في المجتمع لماذا بعد ذلك نقول ما سر انتشار الجريمة في المجتمع حتى صار المجرمون الآن لعلكم إذا قرأتم في المواقع تشاهدون هؤلاء الشباب الذين صار الواحد منهم يأخذ سيفاً بيمينه وخنينة خمر بيساره ويصور نفسه وينشر ذلك على المواقع وصل الناس إلى هذا الأمر ووصل هذا الأمر إلى الشوارع الكبرى في المدن بمعنى أننا آيلون لا قدر الله في ظل هذه الأوضاع وفي ظل هذه التشويهات التي تلحق حقوق الإنسان إلى انتشار الجرائم بوضع لا يطاق هناك بلدان هناك بلدان وصلت فيها الجرائم إلى درجة أن الإنسان لا يستطيع أن يخرج ليس في الليل وإنما بالعشي هناك مدن كبرى عالمية في نيويورك يدخل الناس الفنادق وينصحون بأن لا يفتح أحدهم الباب إلا بعد أن يتيقن من الطارق وبأن لا يخرج في وقت محدد إلا إذا كان معه حراسة أو كان بشكل من الاحتياطات معينة والأمر ليس أفضل في مدن عالمية في أوروبا أو في غيرها لذلك عندما نسأل عن الجرائم وانتشارها في المجتمع لا يجوز أن نربطها بالفقر فقط لأن أمتنا عانت من الفقر سنوات طوالا وما كانت تصل إلى القتل الناس عندنا إلى اليوم في القرى يعانون فقرا مدقعا ومع ذلك لا يجدون الحل في أن يقتل بعضهم البعض وهكذا في الأسباب التي تعلق عليها الجرائم التي تقع لكن من أهم الأسباب هذه القوانين التي صارت تهون من شأن الجريمة وصارت تحفظ للمجرم حقه بدل أن تحفظ الحق للضحية من يدافع عن ذلك الضحية؟ من يأخذ حق ذلك الذي قتل؟ من يأخذ حقه؟ عندما سئل أحد المدافعين عن حقوق الإنسان في النرويج تعلمون أنه منذ ثلاث سنوات في ألفين وأحد عشر كان أحد المتطرفين المسيحيين أن خرج وأخذ سلاحه وقتل أكثر من سبعين شخصا شاهدتم هذا في الأخبار لا شك قبل ثلاث سنوات فأقيمت الدنيا ولم تقعد القانون النرويجي لا يسمح بعقوبة الإعدام أي القتل مع أنه قتل سبعين ولو قتل حتى ألفا من الناس لا يسمح بالقتل فخرج أحد أصحاب حقوق الإنسان هناك وقال لقد كنت مناهضا لعقوبة الإعدام لكن في ظل هذه الواقعة فقد تغير رأيه أرى أن يعاقب هذا المجرم بأن يقتل رجعت إلى القرآن القرآن الكريم لم يأمر بقتل الأبرياء لم يأمر القرآن بالقتل بالشبهة هل أمر القرآن أن يقتل أحد ولديه شبهة واحد في المئة لا الفقهاء عندهم قاعدة لأن يخطئ القاضي في العفو انتبهوا وخاصة طلبت الحقوق وطلبت القانون وأرجو أن يطرح هذا الأمر للنقاش مع أساتذتكم من أجل أن توضح الأمور بين القانون الإسلامي الشرعي والفقهي وبين القوانين المعاصرة القاعدة الفقهية عندنا تقول لأن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة لأنه إذا أخطأ وعفى عن إنسان وهو مخطئ فإن كل ما في الأمر أنه عفى عن مخطئ وإذا أجرم فإنه سيؤخذ مرة أخرى لكن إذا أخطأ في العقوبة فأقام العقوبة على إنسان بريء وربما قتله فهذا شيء لا يجوز ولذلك يقال هذا في هذه المهازل التي تقع في بلاد المسلمين وفي بلاد العالم نشرت إحصائية بالأمس فقط تقول إنه في سنة السنة الماضية أعدم سبعمائة وثمانية وسبعون شخصا سبعمائة وثمانية وسبعون شخصا أعدموا لكن للأسف معظمهم أعدموا لأسباب سياسية ليس قصاصا ولا لأنهم قتلوا وإنما يؤخذ الإنسان بالشبهة لأنه ينتمي إلى طائفة كذا يؤخذ فيعدم لأنه يتصور أنه قاتل للطائفة الفلانية فكانت إيران أولى الدول طبعا الصين هي الأولى ولم تذكر حتى الأعداد لكن تأتي إيران في الدرجة الثانية وتأتي العراق في الدرجة الثالثة وتعرفون الطائفية وما تفعل وتعرفون القضاء المسيس وما يفعل ثم يأتي بعد ذلك دول أخرى كالولايات المتحدة في أمريكا أعدم تسعة وثلاثون في السنة الماضية لكن لا شك أن هؤلاء من أخطر المجرمين وهؤلاء في أمريكا نفسها ما يزالون في بعض الولايات يرون أن عقوبة القتل أو عقوبة جريمة القتل هي القتل وصدق الله عندما قال ولكم في القصاص حياة يا أولي للباب لكم في القصاص حياة أي عندما يتصور المجرم أنه إذا قتل يقتل طبعا هذا في الفقه الإسلامي ما لم يعف عنه أهل القتيل معروف عندنا أن الإنسان القاتل حتى لو قتل عمدا عدوانا فإن الأمر يترك لأهل القتيل يستشارون فإذا أخذوا الديا أو سامحوا وعفوا فإن هذا يترك تعاقبه الدولة على حسب الحق العام كما يقال لكن إذا لم يعف عنه أهل القتيل ورأوا أن هذا الجرم كبير أكبر من أن يعفى عنه أو أن يعوض فإن الحكم الشرعي في ذلك هو أن يقتل لذلك لاحظوا عدالة هذه الشريعة الإسلامية لاحظوا وسطيتها لم تبح عقوبة الإعدام إلا في استثناءات في قضية ما يتعلق بالقتل العمد العدوان إذا لم يقبل أهل القتيل بالعفو أو بالديا وفي قضية الخيانة الزوجية غريب أمر هؤلاء الذين يدعون إلى حقوق الإنسان يتحدثون عن حق المرأة في أن تعيش في بيتها في ستر وفي عفة وطهر لكن في ذات الوقت يدافعون عن الخائنين الذين يخونون عشة الزوجية والله في هذا الأسبوع إمرأة تشكو قضيتها تقول إن زوجها يخونها علنا وأمامها وهي تحاول تنظر كيف تعيش تريد أن تستمر في أسرتها لكن هذا الزوج يصر على الخيانة الزوجية يصر على الزنا مع أنه متزوج الإسلام فرض عقوبة قاسية في أقصى الدرجات وهي عقوبة القتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وفعله قاله في الحديث لا يحل دم مرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة هؤلاء الثلاثة استثناء من قضية حق الإنسان في الحياة لأن هؤلاء الثلاثة بالذات إذا انتشروا في المجتمع فإن المجتمع كله سيضيع عندما ينتشر القتلة فإن الأمن سيفقد والمجتمع كله سيعيش الفوضى عندما ينتشر هؤلاء الزنات بعد الزواج معنى ذلك أن هذه المرأة في بيتها ما عادت محصنة من شيء ما عادت محصنة من مرض ولا عادت لها كرامة ولا قيمة قالت هذه المرأة أشعر أنني كخادم في البيت يقضي الرجل شهوته خارج البيت ويأتي إلي من أجل أن يأكل ويشرب أين كرامة المرأة؟ الإسلام لإعلانه كرامة المرأة ولإعلانه كرامة الرجل أيضاً فإنه فرض أقصى العقوبات في قضية الخيانة الزوجية لكن هؤلاء للأسف يولون دائماً وجوههم إلى أوروبا الإنسان الأوروبي لا أعمم ولكن في كثير منهم لا عيب عندهم أن يخرج الرجل مع صديقاته ثم يدخل إلى الزوجة داخل البيت ولا عيب حتى عند زوجته أن تخرج مع أصدقائها وتفعل ما تشاء وتمارس حريتها كما تشاء ثم بعد ذلك تقول هي متزوجة ولديها زوج في البيت نحن المسلمين لا يرضين هذا لا نقبل هذا أبداً نحن المسلمين يضبطنا قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين تصوروا لو أن الرجال جميعاً ولو أن النساء جميعاً قرأوا أن هناك قانوناً جنائياً لمن يمارس الخيانة الزوجية طبعاً بالإثبات لأن هؤلاء دائماً يقولون كيف تتحدثون عن هذا وقد يظلم الناس وقد يتهم الناس بالباطل لا إنما يحكم بهذه القضايا عند الاعتراف أي الإقرار والإقرار سيد الأدلة كما يقول الفقهاء أو أن يكون هناك شهود يستحيل أن يتواطأوا على الكذب كما هو معروف في أحكام الشريعة في هذا الباب تخيلوا لو كان الناس يعرفون ذلك ويؤمنون به والله لفكر كل الناس مئة مرة أو ألف مرة قبل أن يخون أحدهم زوجته أو قبل أن تخون المرأة زوجها فتمارس الزنا والفاحشة والمسألة الثالثة أي الاستثناء الثالث هو عندما يمارس الإنسان الخيانة العظمى لأمته ما يعرف بالردة لو أن الإنسان ارتد في نفسه ولم يعرفه أحد ولم يمارس حتى الشعائر ما تبعه أحد في عقر داره لكن عندما يعلن الإنسان ردته عن دينه ويمارس العهر الفكري في المجتمع ويشوه عقيدة الأمة ويشوه على مجتمع المؤمنين ويشوه على حياتهم فإن هذا أيضا أوجب له الإسلام هذه العقوبة القاسية والخسران المبين في الآخرة من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هذه هي العقوبات أو الجرائم الثلاث الكبرى لأن الخيانة العظمى التي تعرف عندنا بالردة شيء خطير جدا أن تتضع إنسانا في مسؤولية معينة لكنه يرتد عن أكبر مقوم من مقومات الأمة وهو الدين فإذا به يصير نصرانيا أو يهوديا أو ملحدا أو على أي اتجاه فيصير ولاؤه للفكر الذي يعتنقه أكبر من ولائه لوطنه وهذه المواطنة كان يفهمها الإسلام لذلك أوجب الإسلام العقوبة في هذه الثلاثة قضايا أما ما عدا ذلك فإن أي قاض يحكم بعقوبة الإعدام ما لم تجمع الأمة على قضية من هذه القضايا فإنما يمارس الظلمة ويمارس المهزلة كما نرى اليوم في بعض بلاد المسلمين عندما يقتل الناس أو يحكم بالإعدام على المئات من الناس لأنهم يخالفونك في المبدأ أو في الاتجاه أو في السياسة فهذه أشياء طبعا لا يقبلها الإسلام أبدا ولم يتحدث أحد من فقهاء المسلمين على أن العقوبة في ذلك يمكن أن تصل إلى هذه الدرجة بل إن الفقه يعتبر ذلك ظلما والفقه يعتبر ذلك عدوانا وقد حرم الله عز وجل الظلم كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فاللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا أدعو الله عز وجل ليستجب لكم الحمد لله الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله رحمته المهداه ونعمته المسداه وسراجه المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة هذا هو القرآن وهذا هو إسلامنا الذي نؤمن به منذ أن وقعت أول جريمة للقتل على وجه الأرض عندما قتل قابيل أخاه هابيل واتل عليهم في سورة المائدة يقول الله تعالى واتل عليهم نبأ ابن يادم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين والقصة طويلة في نهايتها قول الله عز وجل فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين عقب الله عز وجل على هذه القصة فقال سبحانه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا عندما تقتل الإنسان المجرم الذي ثبت عنه القتل عمدا عدوانا ليس فيه أي شبهة فإنك تكون قد أحييت أنفسا وعندما تتركه حيا يرزق يخرج إلى الشارع مرة أخرى ويقتل إنسانا آخر تكون قد ساهمت في قتل ذلك الإنسان الآخر وهذا من مشمولات قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة هذا هو الذي لم يفهمه العلمانيون وأدعياء حقوق الإنسان يقولون كيف يكون في القتل الحياة وكيف يقول القرآن الكريم ولكم في القصاص حياة هو قتل للقاتل فكيف يكون فيه الحياة نعم فيه الحياة للمجتمع فيه حياة حتى للقاتل نفسه لأن القاتل عندما يقام عليه الحد ويعاقب يكون قد تبرأ من جريمته ويكون في آخرته على مشيئة الله عز وجل لكن عندما تترك هذا القاتل حتى لو حكمت عليه بالإعدام أو بالمؤبد سيدخل السجن يقضي هناك أربعين أو خمسين سنة تصور شاباً أقدم على جريمة قتل وهو في العشرين ولو قدر الله له أن يعيش ثمانين سنة يقضي ستين عاماً في السجن وكيف تعيش عائلته لذلك يتناقض الناس حتى مع الفطرة السليمة في أحد هذه البرامج جاءوا بأبي أحد المجرمين القتل الكبار المعروفين فتحدث الأب بمرارة قال لو أنهم قتلوه لأراحونا وارتاحوا هذا منطق الفطرة بالفطرة يتحدث لأنه لو قتل ابنه العاق الذي مارس جريمة القتل لا استراح الابن ولا استراح الأب واستراحة الأسرة وما هي إلا سنة أو سنتان ثم ينسون أنه كان لهم ابن من هذه الشاكلة لكن في ظل هذه القوانين التي تدعي الحفاظ على حقوق الإنسان يعيش القاتل نفسه عذاباً أليماً نفسياً داخل سجنه وتعيش أسرته عذاباً أليماً في متابعة هذا السجين المجرم القاتل ويعيش المجتمع كذلك رعباً إما أن يبقى في السجن فيعيش على هذا الوضع وإما أن يطلق فيكون تهديداً للمجتمع ولذلك الله عز وجل كان حكيماً سبحانه عندما قال ولكم في القصاص حياة أي عندما تقتصون من القتلة ومن المجرمين إذا ثبتت الجريمة مئة في المئة فإنكم بذلك تهبون الحياة للمجتمع ويطمئن المجتمع كله لا يستطيع هؤلاء المعادون للشريعة أن يضعوا بين أيدي الناس الأرقام الحقيقية قالوا إن السعودية أقامت عقوبة الإعدام في السنة الماضية لتسعة وسبعين شخصاً وفي أمريكا تسعة وثلاثين لكن أعطونا إحصائيات وأرقاماً دقيقة عن نسبة الجرائم في الولايات المتحدة في أمريكا في الولايات التي تعاقب القتلة بالقصاص وفي الولايات التي تعاقبهم بالمؤبد أو بالمحدد أعطونا أرقاماً دقيقة أعطونا أرقاماً دقيقة لنسبة الجرائم في السعودية نفسها إن الناس في كثير من مدنها في مكة والمدينة على الأقل التين رأينا يخرج الناس في منتصف الليل يقضون أغراضهم يتسوقون ويفعلون ما يشاءون لا يخاف أحدهم شيئا تقريبا بشكل نسبي أعطون الأرقام هذا هو الذي يريده الناس لكن أن تقول للناس إن هذه العقوبة لا تردع المجرمين ولا تفعل ولا تفعل هكذا بكلام في الهواء فهذا لا ينبغي عندما تأتي بأرقام دقيقة آنئذ يصح للناس أن يسمعوا لك لذلك الشريعة الإسلامية أيها الإخوة ثابتة لا مجال فيها للتغيير في ثوابتها الفقهاء وأختم لكم بهذه أيها الشباب وأيها الإخوة جميعا الشريعة الإسلامية فيها قسمان قسم يعتمد القرآن الصريح ويعتمد السنة الصحيحة الصريحة هذا يسمى الثوابت كقضايا الإرث وقضايا الحدود أي العقوبات وهذه الأشياء هذه أمور لا مجال للاجتهاد فيها ولا للأخذ والرب من أجل أن يرتاح الناس لن تجد فقيها معتبرا يستطيع أن يتدخل في هذا أبدا وهناك قضايا بنيت على الاجتهاد الفقهي وعلى الأعراف المجتمعية هذه قضايا يمكن أن يتناقش فيها الناس ويمكن أن يتناطح فيها الباحثون والعلماء وهي مجال خصب للاختلاف يختلف فيه الناس لذلك سنبقى بإذن الله متمسكين بشريعتنا سنبقى مؤمنين بأن ما جاء من الله عز وجل هو الحق وعندما يتحدث الخبراء والمتخصصون فإنهم يدركون هذا مصداقا لقول الله عز وجل ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد مفهومه أن الذين لم يؤتوا العلم الذين ليس لهم تخصص يتحدثون في كل مجال زعيم سياسي أو كاتب صحفي أو شيء من هذا القبيل يكتب على حسب هواه وعلى حسب ما يرى أما الذين أوتوا العلم فإنهم بقدر ما يؤتون من العلم بقدر ما يدركون أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي يهدي إلى صراط العزيز الحميد اللهم اهدنا إلى صراطك العزيز الحميد اللهم اهدنا صراطك المستقيم اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا اللهم رد بنا إلى كتابك اللهم رد بنا إلى سنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صر الإسلام وعز المسلمين اللهم صر دينك وكتابك وعبادك الصالحين اللهم مكن لشريعتك في أرض المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين نسألك اللهم ان ترفع عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء اللهم ارفع عنا كل الشرور والفساد اللهم نسألك ان تعيدنا جميعا الى قرآنك والى سنة نبيك يا رب العالمين اللهم اجمع صفوف المسلمين اللهم موحد كلمة المسلمين اللهم موحد كلمة المسلمين في كل مكان اللهم اجمع صفوف المسلمين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين نسألك اللهم أن ترفع الظلم في كل بلاد الإسلام والمسلمين في بلاد الشام وفي مصر وفي كل بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وفق اللهم أمير المؤمنين محمد السادس لما تحبه وترضاه آله الحق حقا وارزقه اتباعه وآله الباطل باطلا وزقه اجتنابه هيئله اللهم بطانة صالحة تقود بناصيته وتعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة أيها الإخوة قبل الختم أذكر بأنه يزورنا اليوم إخوة لنا في تجزئة حمص بين مسجد الفردوس والمدرسة التطبيقية هؤلاء يبنون مسجدا لهم وقد زارونا قبل أشهر ويريدون أيضا أو زارونا هذا اليوم من أجل أن تساعدوهم لإكمال ما بدأوه من بناء بيت من بيوت الله مسجد يرفع فيه ذكر الله عز وجل لمن استطاع منكم أن يساعدهم إما بعين المكان هناك وإما أن يساعدهم هنا فسيقفون على الأبواب بعد الصلاة وأذكركم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة فاللهم أخلف على من أنفق اللهم أخلف على من أنفق اللهم أخلف على من أنفق وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشفي أمراضنا وأمراض المسلمين واقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين وارحمي اللهم موتانا وموتى المسلمين وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله